إنجيل معلمنا لوق البشير الأصحاح التاسع ودعا تلميزه لإثني عشرا وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء أمراض وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى وقال لهم لا تحملوا شيئا للطريق لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فضتان ولا يكون للواحد ثوباني وأي بيت دخلتموه فهناك أقيموا ومن هناك أخرجوا وكل من لا يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة وانفضوا الغبار أيضا عن أرجلكم ومن هناك أخرجوا من تلك المدينة وكانوا يقولون إن يوحن قد قام من الأموات وقوما إنا إليا زهرا وآخرين وإن نبيا من القدماء فقال هيروس يوحن أنا قطعت راسه فمن هو هذا الذي أسمع عنه مثل هذا وكان يطلبوا أن يراه ولما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوا فأخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيتا صيدا فالجموع إذ علموا تبعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم فابتدأ النهار يميل فتقدم الإثنى عشر وقالوا له إصرف الجمع ليذهبوا إلى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما لأننا هاهنا في موضع خلاء فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من خمسة أرغفة وسمكتين إلا أن نذهب ونبتع طعاما لهذا الشعب كله لأنهم كانوا نحو خمسة ألاف رجلين فقال لتلميزه أتكئوهم فرقا خمسين خمسين ففعلوا هكذا وأتكأوا الجميع فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن ثم كسر وأعطى التلميز ليقدموا للجمع فأكلوا وشبعوا جميعا ثم رفعا ما فضل عنهم من الكسري إثنت عشرة قفتان وفيما هو يصلي على انفراد كان التلميز معه فسألهم قائلا من تقول الجموع أني أنا فأجابوا وقالوا يوحن المعمدان وآخرون إليا وآخرون إنا نبيا من القدماء قاما فقال لهم وأنتم من تقولون أني أنا فأجاب بطرس وقال مسيح الله فانتهرهم وأوصى أن لا يقول ذلك لأحدين قائلا إنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألموا كثيرا ويرفضوا من الشيوخ واروساء الكهنة والكتبتي ويقتلوا وفي اليوم الثالث يقوموا وقال للجميع إن أراد أحد أن ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويدبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسرها لأن من استحبي وبكلامي فبهذا يستحبن الإنسان متى جاء بمجده ومجدلابي والملائكة القدسين حقنا أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يزوقون الموتى حتى يروا ملكوت الله وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيامين أخذ بطرسا ويوحنا ويعقوبا وصعدا إلى قبل ليصاليا وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرتان ولباسه مبيضا لامعان وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإليا قد تحسين ومسى ومسى عندما يبقى فترس ويبقى ويبقى ومسى 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 والرجلين الواقفين معه وفيما هما يفارقانه قال بطرسول يسوع يا معلم جيد أن نكون هاهنا فلنصنع سلاس مظال لك واحدة ولموسى واحدتان ولإلي واحدتان وهو لا يعلم ما يقوله وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فزللتهم فخافوا عندما دخلوا في السحابة وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا ولما كان الصوت وجد يسوع وحده وأما هم فسكتوا ولم يخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما أبصروه وفي اليوم التالي وفي اليوم التالي إذ نزلوا من الجبل استقبله جمع كثير وإذا رجل من الجمع صرخ قائلا يا معلم أطلب إليك انظر إلى ابني فإنه وحيد لي وهروح يأخذه فيصرخ بغتة فيصرعه مزبدا وبالجهد يفارقه مرددا إياه وطلبت من تلميذك أن يخرجوه فلم يقدروا فجاب يسوع وقال أيها الجيل غير المؤمن والملتوي إلى متى أكون معكم وأحتملكم قدم ابنك إلى هنا وبينما هو آتين مزقه الشيطان وصرعه فانطهر يسوع الروح النجسة وشف الصبي وسلمه إلى أبيه فبهت الجميع من عظمة الله وإذ كان الجميع يتعجبون من كل ما فعل يسوع قال لتلميذه ضعوا أنتم هذا الكلام في أزانكم إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس وأما هم فلم يفهموا هذا القول وكان مخفا عنهم لكي لا يفهموه وخافوا أن يسألوه عن هذا القول وداخلهم فكرون من عسى أن يكون أعظم فيهم فعلم يسوع فكر قلبهم وأخذ ولدا وأقامه عنده وقال لهم من قبل هذا الولد باسمي يقبلني ومن قبلني يقبل الذي أرسلني لأن الأصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما فأجاب يوحن وقال يا معلم رأينا واحدا يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لأنه ليس يتبع معنا فقال له يسوع لا تمنعوه لأن من ليس علينا فهو معنا وحين تمت الأيام لارتفاعه سبت وجهه لينطلق إلى أورو شليما وأرسل أمام وجهه رسلان فذهبوا ودخلوا قرية قرية للسامريين حتى يعدوا له فلم يقبلوه لأن وجهه كان متجها نحو أورو شليما فلما رأى ذلك تلميزاه يعقوب ويوحن قال يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضا فالتفتا وانطهرهما وقالا لستما تعلمان من أي روح أنتما لأن ابن الإنسان لم ياتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلصا فمضوا إلى قرية أخرى وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد أتبعك أينما تنضي فقال له يسوع للسعال بيوقرة ولطيور السماء أوكار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند راسه وقال لآخر اتبعني فقال يا سيد إئزن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم وأما أنت فازهب ونادي بملكوت الله وقال آخر أيضا أتبعك يا سيد ولكن إئزن لي أولا أن أودع الذين في بيتي فقال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحراس وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله والمكدول الله دائما أمو أمو شكرا